أعرب رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية للرئيس التركية رجب طيب إردوغان عن قلقهما حيال ملف حقوق الإنسان في تركيا مشددين في المقابل على أهمية الشراكة معها وذلك خلال زيارة يجريانها إلى أنقارا لإنعاش العلاقات الثنائية وعقب اللقاء مع إردوغان أعلن رئيس المجلس الأوروبي شغل ميشيل أنه أعرب للرئيس التركي عن القلق البالغي للاتحاد الأوروبي حيال انتهاكات لحقوق الإنسان وقال ميشيل أن دولة القانون واحترام الحقوق الأساسية هما قيمتان أساسيتان للاتحاد الأوروبي من جهتها شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين على ضرورة أن تحترم تركيا حقوق الإنسان معربة خصوصا عن أسفها لانسحاب أنقارا من اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة لكن ميشيل وفوندرلين أكد أن أنقارا تبقى شريكا هاما للاتحاد الأوروبي وشدد على دورها على صعيد استقبال اللاجئين خصوصا السوريين الذين تستضيف منهم تركيا أكثر من أربعة ملايين